تدريجياً تتسع رقعة الحرب التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة لتدخل ميليشيات الحوث في اليمن على خط التصعيد ولا تفوت فرصة الظهور بصورة المدافع والداعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية فأعلنت الميليشيا استهداف السفن الإسرائيلية المارة من مضيق باب المندب متجهة إلى كيان الاحتلال غير أن الأمور ما لبثت تطورت نحو مزيد من التوتر إذ أعلنت شركات دولية عديدة للنقل البحري وقف رحلاتها المارة بالبحر الأحمر عقب ذلك قيام الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بتوجيه ضربات عسكرية إلى مواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة وغيرهما متهمين إيران بمشاركة الميليشيا في عملياتها ضد السفن الإسرائيلية وعلى الرغم من النفي الإيراني لهذا الاتهام فإن وجود سفينة استخبارات إيرانية في البحر الأحمر يشي بأنه ثمت دورا لطهران فيما يجري يقول محللون مؤكدين أن الحوثيين استثمروا حرب غزة بهدف اكتساب شعبية مفتقدة في اليمن وخارجه كما استثمروها كذلك من أجل قمع المعارضين لهم في مناطق سيطرتهم إذ باتت حملات الاعتقال في تلك المناطق تتم بتهمة التواطئ مع إسرائيل والولايات المتحدة وبالنظر إلى تطورات العمليات الحوثية وتراجع الرحلات البحرية في البحر الأحمر بسببها فإن تداعيات ذلك قد تمتد إلى أبعد من منطقة الشرق الأوسط إذ يعد البحر الأحمر طريقا ملاحيا رئيسا يربط بين الشرق والغرب وقد أدى تزايد المخاوف الأمنية إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التجارية وحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية لينعكس ذلك في صورة خسائر اقتصادية كبيرة للكثير من الدول في المنطقة والعالم في المقابل فإن ثمة ما يراه المحللون رغبة لدى الدول الغربية في فرض حضور عسكري في البحر الأحمر الأمر الذي يجعل أمريكا والغرب مستفيدا استراتيجيا من ذلك التصعيد